موسيقى قالت مصادر عسكرية ليمن شباب إن التقدم الأدي أحرزه الجيش الوطني في مديرية صرواح بغرب مأرب من شأنه أن يعمل على تأمين محيط معسكر كوفل الاستراتيجي وتمكنت قوات الجيش حقيبة قتال عنيف ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية أمس ثلاثاء من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بينها تبت المهتدي ومواقع ذياب وأكدت المصادر مقتلى وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي في تلك المعارك وأسر عشرة آخرين بيد الجيش الوطني أعلن الجيش الوطني تحقيقه تقدما ميدانيا جديدا في معارك خاضها أمس الثلاثاء ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وقال مصدر عسكري ليمن شباب إن قوات الجيش مسنودة من رجال القبائل وطيران التحالف تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة صرواح وصولا إلى مشارف سوق صرواح احتشد مئات المقاتلي من أبناء قبيلة أل صياد إحدى قبائل مراد في منطقة ونبأ بمديرية الجوبة ويهدف الحجد القبلي إلى إنشاء قوة إسناد قبلية ترفض جبهات القتال لمساندة قوات الجيش الوطني في مواجهة ميليشيات الحوثي بالإضافة إلى تعزيز دور جهود الأمن في تثبيت الأمن والاستقرار بمحافظة مأرب وأكد الشيخ عبد الحق بن علي القبلي أن هذه الاستعدادات تأتي تأكيدا لدور القبيلة المستمر في الدفاع عن مأرب واستعادة مؤسسات الدولة منذ بدء الإنقلاب الحوثي وأشار القبلي إلى أن هذا الاحتشاد يهدف إلى إنشاء قوة إسناد قبلية تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ تتعرض له مناطق مأرب وإسناد جهود الجيش الوطني في دحر الإنقلاب واستعادة مؤسسات الدولة قال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أندريم هستش إن أكثر من أربعين ألف شخص نزحوا إلى محافظة مأرب منذ نهاية يناير الماضي وأضاف المتحدث الأممي أن اليمن يشهد موجة جديدة من النزوح بعد خمس سنوات من الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي وأشار إلى أن أكثر من أربعين ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال فروا إلى محافظة مأرب جراء التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي في الجوفي وشرق صنعاء وذكر المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن محافظة مأرب تصديف الآن سبعمائة وخمسين ألف نازح عددهم العدد الأصلي لسكان مدينة مأرب نصف مليون نسمة أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن هناك جهود لتهديئة الوضع في اليمن وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة اليمنية واتهم بومبيو في مؤتمر صحفي حقده مساء الثلاثاء إيران بمواصلة تهديداتها للسعودية عبر مليشيا الحوثيين وقال إن طهران لا تريد السلامة بالمنطقة وتواصل تهديداتها للسعودية عبر الحوثيين دعت وزارة الحج السعودية دول العالم الإسلامي للتريوذ قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن كورونا وقال وزير الحج محمد صالح إن السعودية على استعداد لخدمة الحجاج في كل الأحواث لكن الأولوية هي للحفاظ على سلامتهم وأضاف الوزير السعودي أن بلاده تقدم الرعاية لـ 1200 معتمر لم يستطع العودة لبلدانهم كما تم إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرات العمرة ولم يعتمر بدأت الحكومة بإجراء تدابير حول الآثار المحتملة لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني وآليات لتخفيف حدتها والتدابير الاستثنائية المطلوبة اتخاذها بالتشاور مع الرئيس عبد الرب منصور هادي لتلافي تلك الآثار المحتملة في مختلف الجوانب وفي مقدمتها الموازنة العامة والتضخم وأسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها ووجه رئيس الحكومة معين عبد الملك في اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ووجه وزارة الصناعة والتجارة بسرعة استكمال مسح المخزون الغذائي وتحديد الفجوة القائمة وأكد رئيس الوزراء رئيس المجلس أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات والمزايا لإسناد دور القطاع الخاص كشريك فاعل في توفير مخزون من الغذاء وتقديم التسهيلات التجارية والإئتمانية حذر مركز صنعاء للدراسات من تحويل التمويل نحو كورونا في اليمن من دون الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية وقال إن ذلك قد يسبب انهيارا تام للنظام الصحي وسيكون له تأثير كارثي أسوأ بكثير من الفيروس وأشار المركز في تقرير أعده باحثون وخبراء في القطاع الصحي اليمني إلى أن القطاع الصحي في اليمن هش مما يتوجب على الحكومة اليمنية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة تحديد الأشخاص والمجموعات الأكثر عرضة للخطر بالإصابة بفيروس كورونا لضمان الحماية المناسبة ترجمة نانسي قنقر